بسم الله الرحمن الرحيم الجمع في نطاق الأعداد من صفر إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين لنبحث جميعا طلبت الأستاذة زينب من تلامدتها إنجاز العملية التالية الفان وسبعة وأربعون زائد أربعة آلاف وسبعمائة وتمانية وتسعون زائد مئتان وخمسة وتسعون وكانت أجوبتهم كالتالي هذه هي الأجوبة ألف لنضع وننجز هذه العملية دائما الوحدات تحت الوحدات عشرات تحت العشرات مئات تحت المئات الآلاف تحت الآلاف زائد مئتان وخمسة وتسعون الوحدات تحت الوحدات عشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات سبعة زائد ثمانية خمسة عشر زائد خمسة عشرون اكتب صفر واحصف دبي اتنان اتنان زائد اربعة ستة ستة زائد تسعة خمسة عشر خمسة عشر زائد تسعة اربعة وعشرون اكتب اربعة واحتفظ باتنان اتنان زائد صفر اتنان زائد سبعة تسعة زائد اتنان احدى عشر اكتب واحد واحتفظ بواحد واحد زائد اتنان ثلاثة زائد اربعة سبعة سبعة الاف ومئة واربعون باء لنحدد من اجابته صحيحة اذا سبعة الاف ومئة واربعون محمد ياسين له نفس الخارج يعني عمليته صحيحة بالنسبة لسامي عملية خاطئة بالنسبة لآية عمليتها خاطئة اذا لنحدد من اجابته صحيحة اذا محمد ياسين هو الذي اجابته صحيحة لنحدد نوع الاخطاء المرتكبة من طرف التلميذين الاخرين بالنسبة لسامي نلاحظ الوضع هل هو صحيح نعم لقد وضع العملية وضعا صحيحا ننظر الخارج اذا سبعة زائد ثمانية خمسة عشر زائد خمسة عشرون كتب عشرون كاملة يعني انه لم يكتب صفر ويحتفظ باثنان يعني ان الخطأ عنده في الاحتفاظ بالنسبة لآية نلاحظ الوضع بالنسبة للعدد الثالث وضعه خطأ لان وضعت خمسة وحدات وضعتها تحت العشرات وتسعة عشرات وضعتها تحت المئات اثنان مئات وضعتها تحت الالاف وهنا اضافت صفر والعدد اصبح الفان وتسعمائة وخمسون اما العدد فهو مئتان وخمسة وتسعون اذا في الوضع اذا ارتكبت خطأا في الوضع في وضع العملية الحصة الثانية افهم واطبق اكزارسيس نميرو اين جو بوز ايجي فكتو اضعو وانجز كاتر ميلة سيكون تخوى بلس نفسون كارونتسانك اذا اربعة الالاف وثلاثة وخمسون زائد تسعمائة وخمسة واربعون اذا الوحدات عشرات مئات هذا العدد يتكون من اربعة ارقام يعني هناك رقم الاف والجدول لا يحتوي على الالاف اذا الالاف توجد هنا يعني اخانات الالاف اذا ثلاثة وحدات خمسة عشرات صفر مئات اربعة الالاف عملية الجمع تسعمائة وخمسة واربعون خمسة وحدات اربعة عشرات تسعة مئات تلاتة زائد خمسة ثمانية خمسة زائد اربعة تسعة صفر زائد تسعة تسعة ننزل الاربعة اذا اربعة الالاف وثلاثة وخمسون زائد تسعمائة وخمسة واربعون يساوي اربعة الالاف وتسعمائة وتمانية وتسعون 837 بلس ميل سانس وصاندخوة تمانمائة وسبعة وثلاثون زائد الف ومئة وثلاثة وستون اذا دائما نبدأ بالعدد الموجود من اليسار تمانمائة وسبعة وثلاثون وحدات تحت الوحدات يعني سبعة وحدات ثلاثة عشرات تمانية مئات بالنسبة لهذا العدد يتكون من اربعة ارقام يعني هناك رقم الالاف اذا ثلاثة وحدات ستة عشرات واحد مئات وواحد الاف سبعة زائد ثلاثة عشر أكتبه صفر وأحتفظ بواحد واحد زائد ثلاثة أربعة أربعة زائد ستة عشر أكتبه صفر وأحتفظ بواحد واحد زائد تمانية تسعة تسعة زائد واحد عشر واحد زائد واحد يساوي اثنان الفان أتأكد بوضع وإنجاز عمليتي الجمع ثم أصحح بوضع الرمز المناسب 7305 زائد 698 يساوي 4506 زائد 3487 إذن أتأكد بوضع وإنجاز العمليتي الجمع إذن سوف ننجز هذين العمليتين 5 زائد 8 13 أكتب 3 وأحتفظ بواحد 1 زائد 0 1 زائد 19 أكتب 0 وأحتفظ بواحد 1 زائد 3 4 4 زائد 6 10 أكتب 0 وأحتفظ بواحد 1 زائد 7 8 العملية الثانية 6 زائد 7 13 أكتب 3 وأحتفظ بواحد 1 زائد 0 1 1 زائد 8 9 5 زائد 4 9 4 زائد 3 7 8 3 7 9 3 7 9 3 هل العددين متساويين؟ لا نقارن بين هذين العددين العددان يتكونان من أربعة أرقام نقارن رقم الآلاف 8 7 8 أكبر من 7 إذن هذا العدد أكبر من هذا العدد إذن هذا المجموع أكبر من هذا المجموع إذن فهذه المتساوية غير صحيحة أحسب ذهنيا ثم أحيط رقم وحدات المجموع دون وضع العملية إذن أحسب ذهنيا ماذا؟ رقم وحدات المجموع يعني 6 زائد 3 رقم الوحدات 6 زائد 3 يساوي 9 وأحيط 9 خمسة زائد خمسة عشرة يعني أنني أكتب صفر ثم أحتفظ بواحد صفر زائد 6 أربعة زائد ثلاثة سبعة أثبت تعلماتي عند وضع عملية جمعي نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف نعم لكي يكون يعني الإنجاز صحيح يعني لكي يكون المجموع صحيح لابد من وضع العملية وضع صحيح نعم عندما يكون الجمع يعني بالاحتفاظ فإننا لا نكتب العدد كاملا مثلا هنا مثل زائد 7 إثنى عشر إثنى عشر لا نكتبها كاملا ولكن نكتب اثنان وأحتفظ بواحد إذن طريقة كيف ننجز عملية الجمع بالاحتفاظ عند إضافة صفر إلى أي عدد فإن العدد لا يتغير نعم صفر يعني زائد تسعة تسعة يعني الصفر زائد أي عدد يبقى العدد ولا يتغير نقول إن صفر عنصر محايد صفر عنصر محايد 4115 زائد صفر يساوي 4115 يعني يبقى نفس العدد ولا يتغير إذن صفر عنصر محايد معجامي الجمع لديسيون المجموع لصوم الحدان لدو تاغم الحدان نعم مثلا بالنسبة لهذه العملية هذا الحد الأول والحد الثاني هذان حد العملية عملية الجمع وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته